السلام عليكم في الفيديو اليوم ان شاء الله انا مرة متحمسة لانه رح يكون تعاون مع صديقة الجميلة ريم من قناة ريمز كيتشن يوتيوبر وعندها قناة طبخ مرة اكلها لذيذ تلقون رابط قناتها تحت في صندوق الوصف قررنا نسوي تحدي challenge اللي هو تحدي الثلاث مقادير تحدينا بعض الثلاث مقادير تكون من حلاء وكل واحدة منا تبتكر فيها وصفة انا تحديتها بفراولة وفستيق وويت توكليت ومتحمسة مرة اشوف ريمش سوت فيهم متأكد انها رح تبدع طبعا اذا تابعون تعرفون اش سوت ريم بالثلاث مقادير هذي وايش الوصفة اللي سوتها شايكوا على الفيديو رح احط لكم رابط الفيديو تحت في صندوق الوصف وريم تحدثني بجوز وجبنة كريمية ومربة فراولة طبعا الله يسامح اتحدثني بمربة فراولة ومسهل ابدا ان انا لقي وصفة مربة فراولة بس طلع معاي طبق مرة لذيذ وشكرا ريم انك تحديتيني بهالثلاث مقادير اللي انطلعت معاي وصفة وحلم مرة مرة لذيذ اللي هو ستروبوري تشيز كيك ترايفل مرة حلو ومرة لذيذ ومرة سهل ما يبيل اشي ابدا فاذا حابين تعرفون كيف سويته تابعوا معي بابدأ اول شي بالمقادير اللي رح نحتاجها رح احتاج الى جبنة كريمية ومربة فراولة وجوز وقشطة طازجة وربع كوب كريمة خفق وكيكة جاهزة سواء شوكرة او فانيلا اللي تفضلونا اول شي رح نخفق الكريمة رح نحط الجبنة الكريمية والقشطة وكريمة الخفق ورح نخفقهم كلهم مع بعض بعد كده بصحن التقديم او بجار زي ما سويت رح نحط الطبقات ابدأ بالكيكة اول شي ثم رح نغطيها من فوق بطبقة الكريمة وبعد كده بنحط فراولة او مربة الفراولة طبعا ممكن تستبدلون مربة الفراولة بايشي انتم تحبونا ممكن تحطوا مربة توتلا وكنتم حابين او نوتلا او لوتس توقع رح يطلع لذيذ بعد كده رح اكسر فوق هالجوز ثم رح ارجع اعيد نفس الطبقات مرة ثانية حط الكيكة ثم فوق هالكريمة ثم نمربة الفراولة وازينها من فوق اخر شي بالجوز وبس بعد كده رح نحطها في الثلاجة لحد ما يبرد وناكلها وبالعافية مرة طعمة لذيذ وسهل جدا ما يبغى لشي ابدا جربوه قلولي رايكم في تحت في الكوميت ولا تنسون تصوروا لي ترسلوا ليلي على حسابي في تويتر وانستجرام ولا تنسون تشوفون ريمش سوت بالمقادير اللي تحديتها فيها رابط قناتها تحت في صندوق الوصف وايضا في الكارد فوق رح حط لكم رابط قناتها ورابط الفيديو المقادير وطريقة الوصف رح اكتبها لكم كاملة في المدونة رابطها تحت في صندوق الوصف يعطيكم العافية على المشاهدة لو ما كنتم مشتركين في قناتي يسعدنكم تشتركون ولا تنسون تضغطون لايك ومع السلامة